هدف الطبقة الحاكمة في العراق وإفشال أي حكومة تنصع لمطالب ثورة تشرينة الدعية إلى إنهاء العملية السياسية هذا ما خلص إليه مركز بروكنجز الأمريكي للبحوث والدراسات في آخر تقرير له الذي أكد فيه أن أي حكومة ستشكل وتسترضي الطبقة الحاكمة ستتعرض لسقوط سريع بسبب مواجهتها تظاهرات غير مسبوقة لجيل لا يخشى من أزمة فيروس كورونا أو آلة البطش الحكومي والميليشيوي أما عن سبب وحشية تعامل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران مع المتظاهرين فيعز المركز الأمريكي ذلك إلى أحداث ثورة تشرينة وما وصفها بالهزة غير المعهودة في قلب الطبقة السياسية في العراق وهو الأمر الذي دفع بتلك الطبقة وميليشيتها إلى استخدام عنف مفرط أدى إلى استشهاد المئات وإصابة الآلاف من المتظاهرين السلمين ومع ابتلاء العراقيين بالفساد السياسي والفقر والقمع الوحشي ودخول وباء كورونا على خط الأزمات ذكر مركز بروكنز أن المتظاهرين عازمون على إبعاد الطبقة السياسية عن سدة السلطة بسبب فسادها وولائها المطلق لإيران إلا أن ذلك التغيير لا يحدث سوى باعتمادهم بينما دعا المركز البحثي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساندة الجادة للحرك الشعبي وبحسب التقرير الأمريكي فإن النظام السياسي الذي ظهر منذ عام 2003 تم بعد تفاهمات بين القوى السياسية التي أعلنت فيما بينها الالتزام بالمحاصصة والاعتماد المتبادل للبقاء طبيعة هذا التفاهم الذي تطرق إليه المركز الأمريكي بنيت عليه هياكل السلطة منذ نحو عقد ونصف من الزمن وتعزز بشكل أكبر في أثناء الانتخابات التي أجريت منذ عام 2005 فلم يستطع أي حزب أو كتلة بمفردها الفوز بالأغلبية وهو ما يجعل من الضروري تشكيل تحالفات لتأمين مصالح أحزاب السلطة وشركاء العمليات السياسية وفي الملخص تشير جميع المعطيات إلى دخول العراق الذي بات ساحة صراع بين واشنطن وطهران في منعطف زمني وسيشهد جملة من التغييرات تتنوع ما بين حالة من الجمود السياسي قد تستمر أشهرا أو سنوات أو صراع قريب مجهول النتائج بين الميليشيات المتناحرة على النفوذ والسلطة ترجمة نانسي قنقر